أخرى القرى تبعد من جانب مدافع المنتخب البرتغالي وبالتالي سرعة المباراة رتم المباراة السريع رقبة الفريقين في تسجيل الأهداء هذا جول هذا جول ملك الريال ملك لشبونا في المباراة الأولى ملك ستوك هولم هنا كريستيانو رونالدو يخطف الهدف الأول للبرتغال وبالتالي هذا ما كان في لشبونا وهذا ما يحدث أمامنا الآن في استوك هول وبالتالي يأتي الهدف الأول لمصلحة المنتخب البرتغالي يوم آخر يعني يوم الجمع يوم وغدا يوم آخر واليوم يوم آخر لكريستيانو رونالدو لاحظ البينية المفقنة مباشرة إلى كريستيانو رونالدو هذا لاعب ما يلاعب على الأصلاف حطها بمشمالة على يسار حارس المرمى إيزاكسون والتالي يزور كريستيانو رونالدو مرمى المنتخب السويدي للمرة الثانية مع بداية الشوط الثاني كنت أدوح عن برازيل ويحب كريستيانو رونالدو ورفاقه وبلده للبرازيل ما بألك أن البرتغال تكون في نهايات كأس العالم في البرازيل شكرا بشبه لاحب معي الانطلاق القوة التسديدة أنتو معا لك بعض التسريحات والله مثلا انطلاق مشيت قصة شعره هاي السوالف السوالف أمامك الآن كرة القدم في الملحق الأوروبي البطولة لكأس العالم الأخيرة وتأهلت إلى جنوب أفريقيا تتلقى ضربة الركنية والبرتغال تتلقى الهدف الأول الكرة الرئيسية التي تلعب الآن الرئيسية مباشرة نعم يظهر الآن يظهر الآن إبراهيم أبيت ويسجل هدف التعادل لمصلحة المنتخب السويدي السويس تتعادل وتولع المباراة أكثر وأكثر الحافظ أصبح حاضرا ولاحظ القرة الرئيسية مباشرة الأنيق إبراهيم أبيت يسجل هدف رأسي يعني كرستيانو رونالدو هدف رأسي في المباراة الأولى هدف القدم في المباراة الثانية هنا طبعا إبراهيم أبيت والتأخي من مدافع المنتخب البرتغالي لم تكن جيدة وبالتالي إبراهيم أبيت يسجل هدفين إبراهيم أبيت يسجل هدف فرصة الآن فرصة الآن لإبراه لكي يظهر لعب آخر يظهر الكرة الخطيرة فاتريسيو في المرمى والضرب الحرة المباشرة الخطيرة جدا جدا السويد كلها تقف الآن أن لعبت الله الله ظهر إبرا بان إبرا في الشوط الثاني وسجل الهدف الثاني وتكون النتيجة اثنين واحد تنعش آمال السويديين بالفرحة الكبيرة وإبراهيم أبيت يسجل الهدف الثاني وكريستيانو رونالدو سجل هنا الهدف الثاني لاحظ مرة أخرى لاحظ مرة أخرى التسديدة القوية مرت من حائط الصاد ومرت من حارس المرمى فاتريسيو لأنها أرضية قوية فيه تركيز قوي من العملاق من الأنيق إبراهيم أبيت الذي يأتي بالأهداف الجميلة إليك هدف جميل وبالتالي يأتي للهاتريك ويحتفل الآن مثلاً إبراهيم أبيت هتشوف الآن إبراهيم أبيت هدفين عنده 48 هدف باقي هدف واحد على أساس أنه يعادل الرحمة القياسي لكن ترخح خلاص خلاص كريستيانو رونالدو كمان وكمان وكمان الملك لاعب الفريق الملكي كمان في لشبونة كمان في استوك هولم وبالتالي يأتي به الهدف الثاني والبرتغال تمضي إلى الوصول إلى نهائيات كعس العالم لاحظ مرة أخرى شله اللي جرى شله اللي طاب في المرتدات ولاحظ الخبرة ولاحظ التعامل مع الانفراد ولاحظ الخذيف القوية كريستيانو رونالدو يبهجل السويديين الفتل بورتغالي الملكي يبهجل السويد في لشبونة وفي استوك هول وهنا الهدف الثاني الرجأة سريعاً من كريستيانو رونالدو وبالتالي يأتي ويسجل الهدف الثاني في استوك هول على أساس النتيجة اثنين اثنين وفي استوك هول وبالتالي هدفين لهدفين أمامك العالمين شرحة المنتخب السويد اللي نتذكر في التصفيات يوم ما لعب أمام الألمان في برلين أربعة أربعة في سولنة هنا وهنا يمكن الثالث يمكن الثالث يمكن الثالث يمكن الثالث الله 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 يا كريستيانو رونالدو ملايين البرتغاليين يهتفون لك الآن عسل يا لتسعدك يا كريستيانو عسل يا لتسعدك يا كريستيانو رونالدو الفتاة الفتاة الدهبي للبرتغال الذي يتفوق الآن بما لا يدع مجال للشك على إبراهيم وفيش ويأتي ويسجل الهاتريك ويأتي يعني مع هدف لشمال يكون يسجل أربعة أهداف كريستيانو رونالدو الذي يتألق ويواصل تألقا ولاحظ الكرة اللي يستلمها ويتقدم في شكف مرمى إيزاكسون يسجل الهدف الثالث أنه أفضل لاعب كرة قدم في الكوم في هذه الفترة من الفترات إنه كريستيانو رونالدو الذي يسجل الهاتريك وبالتالي عدل حين تشوف البرتغاليين اللي في ستوك هول عشر ملايين وانا عرف البرتغال عدل وعرف عشقهم لكريستيانو رونالدو ولمنطقة بلادهم